الملك حمد بن عيسى الخليفة في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وأعرب جلالته في البرقية عن تقديره الكبير لمستوى منتخب المملكة العربية السعودية الشقيقة مبديا إعجابه بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون خلال التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى كأس العالم ومتمنيا أن يواصل المنتخب السعودي مسيرته المشرفة وتمثيل الكرة العربية خير تمثيل في النهائيات بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنيئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الشقيق إلى مونديال روسيا عام 2018 بعد فوزه على المنتخب الياباني اليوم في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وعبر فيها سمو رئيس الوزراء عن تقديره الكبير لما أبداه المنتخب السعودي الشقيق من مستوى رفيع وأداء مشرف في التصفيات الاسيوية متمنيا لمنتخب المملكة العربية السعودية الشقيقة كل التوفيق والنجاح في نهائيات كأس العالم كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنيئة ممثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنيئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الشقيق إلى مونديال روسيا عام 2018 بعد فوزه على المنتخب الياباني اليوم في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالل الرياضية بجدة وقد أشاد فيها سمو ولي العهد بما أظهره المنتخب السعودي الشقيق من أداء متميز ومستوى مشرف في التصفيات الاسيوية متمنيا لمنتخب المملكة العربية السعودية الشقيقة كل التوفيق والنجاح في نهائيات كأس العالم كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله رعاه برقية تهنيئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السعود ولي العهد نائي برئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اشتركوا في القناة